وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك القوات الأمنية لالتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة بمحاربة الجريمة وملاحقة مرتكبها وأكد الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه وزير الداخلية إبراهيم حيدان وعاددا من قيادات الوزارة على أهمية تطوير وتفعيل الجهد الاستخباري في عمل وزارة الداخلية وأن يكون من أولويات عملها من أجل تدعيم الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحرة مشيرا إلى المهام الجسيمة الماثلة أمام وزارة الداخلية وكوادرها في المرحلة الرهنة